إلا بالله اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنه لا علم لنا إلا ما علمتنا إن كانت العلم الحكيم اللهم إنه لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إن كانت الجواد الكريم اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وسدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم آمين أما بعد حياكم الله تعالى جميعاً أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات وطبتم وطاب ممشاكم وسعيكم وتبوأتم جميعاً من الجنة مقعداً ومنزلاً إن شاء الله تعالى وسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الأوقات طيبة المباركة على طاعته ومحبته سبحانه أن يجمعنا يوم القيامة تحت ظل عرشه ومناظ الله إلا ظله إنه ولي ذلك والقادر عليه ففي البداية أيها الإخوة أقدم الشكر أو أتوجه بالشكر الجزيل للإخوة القائمين على هذا المسجد على حسن هذه الدعوة وهذه الاستضافة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في مجهوداتهم وأن ينفع بهم وأن يتقبل منا ومنهم جميعاً صالح الأعمال إنه ولي ذلك والقادر عليه كما أصل الله عز وجل في هذه العشر الأواخر وفي هذه الأيام المباركة أن يتقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا وسائر أعمالنا إنه ولي ذلك والقادر عليه الموضوع أيها الإخوة الموضوع الذي طلب مني أن ألقيه أو أن أتناوله في هذه الكلمة هو بعنوان التوكل على الله والتحذير من السحرة والعرافين والمشعودين والكهانة وما إلى ذلك هذا هو الموضوع الذي طلب مني الإخوة أن أتناوله في هذه الكلمة أسأل الله عز وجل أن يجعله خالصاً لوجه الكريم وأن يجعلنا جميعاً من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وهذا الموضوع حقيقةً هو من الأهمية بمكان هو موضوع مهم جداً وهناك علاقة بين التوكل على الله وبين التوجه إلى الصحرة والكهنة وما إلى ذلك فالإنسان إذا لم يتوكل على الله ولم يجعل يقينه في الله سبحانه وتعالى فإنه قطعاً سيتوجه إلى غير الله فلذلك كان لزاماً أن نتعرف على معنى التوكل على الله تعالى وأهميته وفي المقابل أن نحذر كذلك من الذهاب إلى أولئك الصحراء والمشعودين أو سؤالهم أو ما إلى ذلك وحقيقةً أيها الإخوة لقد فقد كثير من الناس معاني التوكل على الله عز وجل وتفويض الأمر إليه واللجوء إليه سبحانه وتعالى عند الشدائد والأزمات والمصائب والبلاء وما إلى ذلك فلذلك انتشر السحر والدجل والشعودة وأصبح يتعاطاه الجاهلون والمثقفون وأصبح للسحر مؤسسات وقنوات وإداعات تنشر السحر وتعلم السحر وما إلى ذلك وهذا أمر خطير جداً انتشر بين المسلمين نتيجة لغياب الوعي نتيجة للجهل نتيجة لغياب الثقافة الدينية التي ينبغي أن تكون عند المسلم وما إلى ذلك من الأسباب التي أدت إلى هذه الأمور وربنا عز وجل يقول في محكم كتابه في آيات متعددة وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقال عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه سبحانه وتعالى ويقول أليس الله بكاف عبده ويقول نبي الله موسى عليه السلام لقومه وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين والآيات كما ذكرت في هذا كثيرة جدا تأمر المسلم بأن يتوكل على الله وبأن يلتجأ لله وبأن يفوض أمره لله دون غيره في جميع الأمور وفي جميع الحالات وهذا معنى العبودية هذا هو المعنى الحقيقي للعبودية ونحن في صلواتنا يوميا أزيد من عشرين مرة نقول إياك نعبد وإياك نستعين أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين بسواك وفي الصحيحين في البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وكان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله فكان عليه الصلاة والسلام يتوكل على الله تعالى في كل أموره وفي جميع أحواله وأقسى الناس في التوكل على الله قسمان أو نوعان هناك من يتوكل على الله وهناك من يتوكل على غير الله قسمان إلى ثالث لهما إما أن تتوكل على الله وإما أن تتوكل على غير الله فالذين يتوكلون على الله يعلمون ويعتقدون أن الله عز وجل هو القادر على كل شيء وهو النافع وهو الضار وهو المعطي وهو المانع وهو الرازق وهو الشافي وهو الحافظ وهو الذي يستطيع كل شيء وهو الذي يستطيع كل شيء فلذلك يتوجهون إليه لأنه هو الذي ينفعهم وهو الذي يرزقهم وهو الذي يملك أمورهم كلها والتوكل على الله أيها الإخوة لا ينافي الأخذ بالأسباب الإنسان يتوكل على الله في قلبه وفي اعتقاده وفي ضميره ولكن في الظاهر لا بد من اتخاذ الأسباب فإذا لا تنافي بين التوكل على الله واتخاذ الأسباب واتخاذ الأسباب المادية تأتي بعد التوكل على الله بعد التوكل على الله يشرع الإنسان في اتخاذ الأسباب المشروعة الجائزة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو سيد المتوكلين على الله كان يتخذ الأسباب المادية وفي سيرته عليه الصلاة والسلام مجموعة من الوقائع والأحداث تبين أو يتبين من خلالها كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخذ الأسباب ففي الهجرة في هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حينما جاءه الإذن بالهجرة قام النبي عليه الصلاة والسلام وذهب إلى أبي بكر وتحدث معه في الموضوع واتفق مع رجل يعرف الطريق من مكة إلى المدينة طريقا لا يعرفه قريش حتى لا يعطر عليه في الطريق واستدعى علي بن أبي طالب لكي ينام في مكانه حتى لا يتفطن له الأعداء وهكذا ولبت في غار ثور ثلاثة أيام وهو في غار ثور حتى تهداء الأمور وحتى يعني أنظروا مجموعة من الأسباب اتخذها في هذه الهجرة علما أن الله عز وجل كان قادرا أن يأخذه من مكة إلى المدينة في رمشة عين فكما أسري به من مكة إلى بيت المقدس ثم إلى السماوات كان الله عز وجل قادرا على كل ذلك ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخذ الأسباب وفي غزواته ومعاركه وفي حروبه كان يتخذ مجموعة من الأسباب فإذن الإنسان أيها الإخوة بعد أن يتوكل على الله عز وجل يتخذ مجموعة من الأسباب المشروعة ومن معاني التوكل أيها الإخوة بعد أن يتوكل الإنسان على الله ينبغي أن يفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وأن يعلم بأن ما يقدره الله له هو الذي سيكون ما قدر الله هو الذي سيكون وما لم يقدر لا يكون وأن تؤمن بالقدر خيره وشره والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو غلام صغير يقول له وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَابَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجْفَةِ الصُّحُفِ فإذاً ما يقع في هذا الكون إنما يقع بعلم الله وبقدر الله عز وجل فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولذلك أيها الإخوة الإنسان أحياناً بعد أن يتخذ الأسباب المشروعة قد لا يجد ما يتمناه فليعلم حينئذ أن الله سبحانه وتعالى قد أراد له الخير وعاسى أن تكره شيئاً وهو خير لكم فبعد اتخاذ الأسباب المشروعة قد لا يتحقق ذلك الشيء الذي نتمناه ونرجو أن نحققه قد لا يتحقق ولكن علينا أن نعلم بأن عدم تحققه قد يكون لمصلحتنا والله يعلم وأنتم لا تعلمون فلذلك أيها الإخوة شرعت صلاة الاستخارة لماذا؟ لأن الإنسان حينما يريد أن يقبل على أمر على زواج أو تجارة أو مشروع أو عمل أو ما إلى ذلك يتوجه إلى الله تعالى بصلاة الاستخارة ويستخير الله تعالى في ذلك الأمر لأن الله تعالى يعلم وهو لا يعلم ثم بعد ذلك يعني انتظر فإن تحقق ذلك الأمر وحصل التيسير والتوفيق فذلك يعني خير وإلا فليعلم بأن عدم تحقق ذلك هو الخير الذي أراد الله عز وجل له هذا هو القسم الذين يتوكلون على الله القسم الثاني هم أولئك الذين يلجأون إلى غير الله يلجأون إلى الأموات يلجأون إلى القبوريين يلجأون إلى الأضرحة يلجأون إلى الصحرة والدجاجلة والمشعودين وما إلى ذلك وهذا نتيجة كما ذكرت للجهل إنسان يكون جاهلا بالعقيدة الصحيحة التي ينبغي أن تربطه بالله عز وجل ويكون كذلك ناتج عن عدم الثقة في الله سبحانه وتعالى فمن هنا سنتحدث إن شاء الله عز وجل على خطورة الذهاب إلى هؤلاء الصحراء والمشعودين لكن قبل ذلك لابد أن نتعرف على بعض المصطلحات وأن نميز بينها هناك مصطلح الساحر والكاهن والعراف والمنجم فما الفرق بين هذه المصطلحات وبين هذه المنجيات أو بين هذه الأسماء أما الساحر أيها الإخوة عن طريق الأكل مثلا قد يصنع للمسحور أو للمريض شيئا من السحر فيأكله في الطعام أو يشربه في الشراب فيؤثر فيه حقيقة فيشعر بالألم في بطنه أو في جسمه أو ما إلى ذلك وهذا من أخطر أنواع السحر حينما يكونوا عن طريق الأكل وقد يؤدي بصاحبه إلى الموت إذا لم يتعجل بالرقية الشرعية وبالتداوي المشروع الجائز فإنه قد يؤدي به إلى الموت لأن ذلك السحر يبقى في بطنه يبقى في بطنه لكي يكون تأثيره مستمرا يبقى داخل بطنه حتى تبقى آثاره وأخطاره مستمرة في صاحبها وأحيانا قد يكون السحر عن طريق الدفن مثلا يأخذ شيئا من أثار المريض من شعره أو من ثيابه أو من لباسه أو غير ذلك من الأمور فتدفن في الطراب أو في المقابر أو في الحمام أو ما إلى ذلك من المواطن وقد يكون أيضا عن طريق الشم وعن طرق أخرى يعني يصاب بها المريض وكما ذكرت من هذا السحر ما يؤدي إلى الموت ومنه ما يؤدي إلى المرض ومنه ما يؤدي إلى الجنون وما إلى ذلك فهذا سحر حقيقي يعني له آثار حقيقية ولكن تلك الآثار لا تكون إلا بإذن الله عز وجل والإنسان حينما يصاب بإشعر بهذه الأعراض بتلك الأعراض على جسمه وفي بدنه أو في عقله لا يشعر بالراحة ولا يشعر بالطمأنينة وإذا دخل بيته يشعر بالحرج ويشعر بالضيق وما إلى ذلك فحينئذ لا بد له من الرقي الشرعية حتى يذهب ذلك السحر النوع الآخر هو نوع غير حقيقي هو عبارة عن تمويه والتحايل والتخايل تكون وهو ما ذكره الله عز وجل عن صحارة فرعون صحاروا أعين الناس استرهبوهم وجاءوا بصحر عظيم وهو صحر يمارس على العين أو يكون تأثيره على العين فطرى أشياء لا حقيقة لها في الواقع سحر ناتج عن التحايل والتخايل والتمويه وما إلى ذلك فتكون آثاره على العين فطرى أشياء ولا حقيقة لها في الواقع هذا نوع وهناك نوع ثالث وهو ليس من السحر وإنما يسمى سحرا مجازا وهو ما يفعله الناس اليوم الناس يعني رأيت يعني بالرزق وما إلى ذلك وهم في الحقيقة لا يفعلون شيئا ويستغلون السدج من الناس ومن النساء ومن الناس البسطاء الذين لا علم لهم بهذه الأمور فيستغلونهم من أجل أن يأخذوا منهم أموالهم وهم لا يفعلون شيئا وأخطر الضحايا الذين ضحايا هؤلاء هم النساء أحيانا المرأة قد يكون لها مشكل مع زوجها وما أكثر المشاكل التي تكون بين الزوج وزوجته فتذهب إلى هؤلاء فتحكي لهم مشاكل فيرشدونها إلى بعض الأمور ويرشدونها ببعض الأمور قابلا ماديا قد يصل إلى مبالغ كبيرة جدا وهم في الحقيقة هؤلاء لا يفعلون كما ذكرت شيئا ولا يؤثرون شيئا إنما فقط هذه طرق يلتجئون إليها من أجل التكسب والارتزاق هذا هو السحر إذن السحر كما ذكرت نوعان نوع حقيقي له آثاره على المريض وعلى المصحور ويكون ناتجا كما ذكرت عن شيء أكله أو ما إلى ذلك ونوع لا حقيقة له في الواقع وإنما هو مجرد كاذيب وتخيل وما إلى ذلك أما الكاهن فهو الذي يدعي علم الغيبيات الكاهن هو الذي يدعي علم الغيبيات وما سيقع في المستقبل والله عز وجل يقول على لسان آمر النبي صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لا استكثرت من الخير فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب ولا يطلع على الغيب ولا علم له بالغيب فكيف يمكن لساحر أو لكاهن أن يعلم الغيب قطعا لا يمكن أن يطلع على الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله إنما ينبغي أن نعرف مسألة مهمة وهو أن الغيب نوعان هناك غيب حقيقي وهناك غيب حقيقي الغيب النسبة لك ولكن بالنسبة لك فرق إذن الغيب من الأرزاق ومن إلا الله الغيب بالنسبة لك وغيرك قد اطلع علي فهذا النوع قد يطلع عليه الكهان وما إلى ذلك من الصحرة لماذا؟ لأنهم يتصلون بالجن ويتواصلون بالجن فيخبرونهم بتلك المعلومات قد تذهب إلى بعض هؤلاء فبمجرد دخولك إليه قد يقول لك اسمك فلان وتسكن في المكان الفلاني وتشتغل في الوظيفة الفلانية ولك من الأولاد كذا وكذا ومن البنات كذا وكذا فيخبرك ببعض الأشياء فتقول هذا يعلم الغيب هذا ليس غيبا إنما الإنسان أيها الإخوة كل إنسان في يجري بداخله شيطان إن الشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم فبالتالي الإنسان حينما يعني يكفر بالله ويسب الله والرسول ويفعل بعض الأشياء التي يعني لا يليق أن نذكرها يعني حينئذ يكون له اتصال بالجن يتواصل بالجن وأولئك الجن يخبر بعضهم بعضا فالجن الذي فيك يخبر الجن الآخر ويعطيه كل المعلومات يعطيه كل المعلومات يعطيه المعلومات عن مكانك وعن اسمك وعن أولادك وما إلى ذلك فبالتالي ذلك الساحر حينما تذهب إليه يقدم لك تلك غيب وهذا ليس من الغيب في شيء ولذلك أذكر أحد الناس كان في مناظرة مع أحد السحرة وكان ذلك الساحر يدعي علم الغيب فقال لذلك العالم قال أنا أستطيع أن أخبرك بكل معلوماتك وبكل ما تفعله فبدأ يخبر الناس هذا فلان وكذا وكذا يعطي كل المعلومات دقيقة جدا عن عمدة إلى بعض الأحجار إلى الأرض فأخذ أحجارا ووضعها في يده وقال هل تستطيع أن تعلم كم عدد الأحجار التي في يدي وصاحبها لم يكن يعلم يعني الشخص العالم هو بذاته لم يكن يعلم بعدد الأحجار لأنه إذا علم فإن الجن الذي بداخله سيعلم وبالتالي سيخبر الآخر فآخذ تلك الأحجار وهو يجهل كم في يده من الأحجار فقال للساحري أتحداك أن تعلم كم عدد الأحجار التي في يدي فبهت الذي كفر وانقلب السحر على ساحري ولم يستطع أن يعلم كم عدد الأحجار لأنه لا توجد هناك وسيلة للتعرف على ذلك إلا من خلال الجن والجن لا يستطيع أن يعلم ما بداخل اليد إذا كان صاحب اليد اجهلوا ذلك فبالتالي كما ذكرت أيها الإخوة الكاهن هو الذي ادعي علم الغبيات والغيب الذي ادعونه ادعون معرفته هو غيب النسبي وهو الذي لا تعلمه أنت ولكن غيرك يعلمه والفرق بين الكاهن والمنجم أن الكاهن يستعين بالجن في إدراك تلك الأشياء والمنجم يستعين بمعرفة النجوم وبمعرفة بعض علوم الفلك وهذا ما يسمى بالأبراج وهؤلاء الناس مثلا وفي أي تاريخ ولد وفي أي يوم وما إلى ذلك فمن خلال تلك المعطيات سيقولون لك بأن أنت من السعداء أو من الأشقياء أو سيحصل لك كذا وكذا وكذا في المستقبل من خلال معلومات تتعلق بالزمن بتاريخ الولادة بمكانه باليوم وما إلى ذلك هؤلاء هم المنجمون والتنجيم نوع من السحر وقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر يقول الله عز وجل هل نبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاكنتين يلقون السمع وأكثرهم كاذبون فالشياطين لا تتنزل على إلا على كل أفاكنتين أفاك الذي يكثر من الكذب لأن الأفاك صغة مبالغة من الكذب ومنه حادثة الإفك التي نزل القرآن بشأنها أثيم أي أن الإنسان لا يصل إلى إلى مستوى أن يستعين بالجن إلا بعد أن يفعل مجموعة من الأشياء المحرمة حتى إنه يتخلى عن إنسانيته ويصير شيطانا من الإنس شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا والعراف أيها الإخوة هو من يدعي علم الماضي العراف هو من يدعي علم الماضي مثلا إنسان قد يسرق منه شيء أو قد يسلب منه شيء فيذهب إلى هؤلاء فيقول له إن متاعك الذي سرق منك يوجد في مكان الفلان وأن الذي سرقه هو فلان إلى آخره هؤلاء يسمون بالعراف العراف كذلك صيغة مبالغة من المعرفة وأحيانا قد يكون لهم علم بهذا وأحيانا قد يكونوا كاذبين ولذلك بعض الناس لا ينبغي للإنسان أن يصدق هؤلاء أحيانا بعض الناس قد يذهبوا إليهم وقد يقولون له إن فلانا هو الذي سرق منك المتاع وهم يكذبون قد يكونوا صادقين في هذا وقد يكونوا كاذبين ولكن الإنسان لا ينبغي أن يصدقهم ولا ينبغي أن يذهب إليهم ثم هناك علامات يعرف بها الساحر الآن أيها الإخوة هناك ينبغي أن نفرق بين أمرين هناك من يتعاطون للرقية الشرعية يعني يقومون بعلاج المريض عن طريق القرآن والأدعية وما إلى ذلك وهذا أمر مشروع وإن كان الناس قد توسعوا فيه وإصبحوا يجعلونه وسيلة للتكسب والارتزاق وهذا لا يجوز هذا الأمر ينبغي أن يفعله الإنسان خالصا لوجه الله إذا كان الإنسان من المتخصصين في هذا الأمر وله ضراية به فإن بغي أن يعالج به المرضى يعني بدون مقابل الناس توسعوا في هذا الأمر فأصبحوا يطلبون مبالغ مالية كمقابل لهذا العلاج المهم على كل حال يعني هؤلاء يعني جائزون يجوز للإنسان أن يذهب إليهم وأن يتلقى العلاج على أيديهم وهذا أمر لكن أما السحرة فإنه طبعا لا يجوز لكن كيف نفرق بين الأصحاب الذين يقومون بالرقية الشرعية المشروعة وبين السحرة هناك علامات استرها الفقهاء والعلماء يعرف بها الساحر وكل من وجد فيه علامة من تلك العلامات فهو ساحر لا يجوز الذهاب إليه ولا يجوز تصديقه فمن تلك العلامات هي علامات كثيرة جدا لكن سأختصرها إن شاء الله أولا اسألوا المريض عن اسم أمه أول شيء حينما اذهبوا إلى هؤلاء تجده اسأل المريض عن اسمه واسم أمه فهذه علامة على أنه ساحر ألف المئة بدون شك السؤال لماذا يسأل عن اسم أمه دون اسم أبيه هذا معروف الساحر يسأل عن اسم الأم دون اسم الأب فلماذا يقول العلماء بأن الإنسان حينما الساحر حينما يسأل عن اسم الأم فإنه في نظره أن الرجل الذي جاء إليه هو ابن زنا اتهمه بالزنا وهذا زيادة في الشرك وزيادة في البهتان وزيادة في العدوى واتهام الرجل بالزنا هذا من أخبط الأمور ومن أقبح وأشنع الجرائم لكن الشيطان حتى يستحوذ على صاحبه وحتى يؤدي به إلى الكفر والهلاك فإنه يفرض عليه هذا المعتقد أن يعتقد بأن كل من يأتي إليه فهو ابن زنا لذلك يسأله عن اسم أمه دون اسم أبيه والإنسان طبعا يعني الأم يعني يكون الأمر محقق بأن الإبن ولدها ولكن الأب فلذلك يقعون في هذا المحظور وفي هذه المعصية الكبيرة العلامة الثانية يطلب من المريض حيوانا أو أو شيئا معينا يطلب من المريض دجاجة بلون معين سوداء أو كلبا أو فأرا أو ما إلى ذلك من الأمور وطبعا هذا من السحر من العلامات أيضا أنهم يعني يكتبون لهم بعض الطلاصيم وبعض الرموز وبعض الكلام غير مفهوم يكتبون لهم في ورقة جداويل وطلاصيم وخرائط وما إلى ذلك فهذه كلها كذلك مما يفعله الصحراء وأما الراقب الرقي الشرعية فلا فلا يفعلوا هذا وإلا كان من الصحراء وإنما يدعي فقط أنه يعالج بالقرآن وكم من الناس يدعون أنهم يعالجون بالقرآن وهم في الحقيقة صحراء لكن يفعلون يفعلون ذلك حتى لا يقال بأنهم صحراء كذلك من العلامات أنه يطلب من المريض أثرا قد يطلب منه صورته أو قد يطلب منه شيئا من لباسه أو شيئا من شعره أو ما إلى ذلك ومن العلامات أيضا أنه يكتب له شيئا في الأوراق فيطلب منه أن يعلقها معه يعني التماتم والحجب فيها مجموعة من الأشياء فيها قرآن مكتوب بالمقلوب وفيها بعض الأرقام أرقام غير مفهومة وما إلى ذلك فيطلب من المريض أن يحمل ذلك معه حتى يعني يكون تأثير السحر ظاهرا عليه إذن فهذه بعض العلامات التي يلجأوا إليها الصحراء ويعرف بها الصحراء ثم بعد هذا كله أيها الإخوة ينبغي للإنسان أن يعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا لم تقبل منه الصلاة أربعين ليلة فقط مجرد المجيء إلي مجرد المجيء إلى الساحر أو مجرد الذهاب إلى الساحر فإن الله عز وجل لا يقبل الصلاة أربعين يوما وقال عليه الصلاة والسلام هذا فقط إذا ذهب إلى الساحر دون أن يصدق ويدخل في هذا كما ذكر العلماء أولئك الذين يشاهدون تلك القنوات الفضائية المتخصصة في السحر وهي موجودة وتبث عبر الأقمار الإصطناعية فمشاهدة تلك القنوات بنية معرفة يعني السماع إلى أولئك والاستفادة منهم فإنه يؤدي إلى نفس نفس المحضور وهو عدم قبول الصلاة أربعين يوما وقال عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول الأول فقط أتى إليهم دون أن يصدقهم أما إن صدقهم بما يقولونه وبما يملون عليه من الأشياء فإنه صلى الله عليه وسلم يقول فقد كفر بما أنزل على محمد حينئذ يكون كافرا خرج من الملة وهذا بإجماع العلماء رأيتم أيها الإخوة إلى خطورة هذا الأمر فالأمر ليس هينا وليس بسيطا وإن الأمر يتعلق بالإيمان والكفر بإسلام المسلم وكفره فلذلك دائما وأبدا ينبغي للإنسان أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وأن يعتمد على الله وأن يتوكل على الله أما الذهاب لهؤلاء فلا يجوز فلذلك أحذر نفسي وأحذركم أنتم وأحذر كل إخوة والأخوات على قطع الصلة بهؤلاء بصفة نهائية وأي رجل قام بتوزيع تلك الأوراق أو بتلك الصحف ينبغي التبليغ به حقيقة ينبغي للإخوة مثل هؤلاء ينبغي أن يبلغ بهم حتى لا يضل الناس وحتى لا يفسد الناس وأنتم تعلمون بأن عقوبة الساحر في الإسلام القتل ولا تقبل توبته من عرف بأنه يتعاطى لهذا السح ولهذه الأمور الخبيثة فإنه يعني يحكم عليه بالقتل ولا تقبل توبته حتى إذا قال بأنني سأتوب أو ما إلى ذلك فإنه لا تقبل توبته وإنما يقتل نظرا لخطورة هذا هذا الأمر والإنسان كما ذكرت ينبغي أن يلتجع إلى الله وهذا نبي الله أيوب حينما أصيب بالمرض قال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فهذه عقيدة نتعلمها المسلم من الألبياء ومن الرسل وسيدنا زكرياء حينما أراد الولد قال رب لا تذرني فرضا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه وربنا عز وجل أخبر في كتابه وفي سنة نبيه بأنه يجيب الدعاء وإذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فما على الإنسان إلا أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وأن يفوض أمره إلى الله عز وجل وبعد ذلك يعني الله سبحانه وتعالى سيوفقه لما فيه الخير والصواب والرشد فأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالص لوجه الكريم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وأن يحفظ المسلمين جميعا من كيد هؤلاء اللهم لك أسلمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا اللهم اغفلنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم إننا نسألك مجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم الغنيمة من كل بير ونسألك يا ربنا الفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إننا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم بارك في الحضور جميعا اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعلنا لك من الداكرين اجعلنا لك من الشاكرين اجعلنا لك من الصادقين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السامي العليم وتبع لنا إنك أنت التواب الرحيم ما من توفيق فمن الله جل وعلا وحده لا شريك له وما من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحاب أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته